شهدت شركة العاصمة الإدارية احتفالية شباب مصر واستحضور لأكثر من خمسة ألاف شاب وفتاة من مختلف محافظة الجمهورية يأتي تجمع المشاركين في الاحتفالية للتأكيد على مساندة ودعم شباب مصر لحجب المجهودات الكبيرة التي تشهدها البلاد في جميع الأنحاء هنا شباب مصر هذا ليس اسم الاحتفالية فقط بل هو تجمع لآلاف الشباب والفتيات من محافظات الجمهورية في ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة للاحتفال بالإنجازات التي تتم على أرض الواقع واحتفاء بدور الشباب في المجتمع وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية نهاردة وزارة الشباب والرياضة مصر تحتفل باحتفالية شباب مصر أكبر احتفالية داخل العاصمة الإدارية الجديدة موجود معنا شباب من 27 محافظة موجودين النهاردة معنا في الاحتفالية تجمع اللي أنا شايفه ده تجمع رائع جدا بيضم تقريبا كل أطياف الشباب المصري من كل أرجاع الجمهورية علشان أولا يشوفوا قدية العاصمة الإدارية بدأت أنها تشتغل وتستقبل كل الوفود اللي موجودة ناس تقدر تعرف المعالم بتاعتها وتعرف أهدافها وتعرف الصبل بتاعتها وصبل تطويرها إيه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دايما حريصة على وجودها في كل الفعاليات المهمة اللي بتخص الشباب مصر طبعا تنسيقية شباب الأحزاب زي ما حضراتكم عارفين أنها بتضم جميع الأطياف من الأيدولوجيات السياسية المختلفة بتجمع شباب سياسي بأراء وأفكار مختلفة والنهاردة بيكلل بالعاصمة الإدارية موجود معظم شباب من أنحاء الجمهورية الاحتفالية شهدت فقرات فنية ورياضية وترفيهية متنوعة في إطار تشجيع الشباب والمواهب على المشاركة والمساهمة في بناء المجتمع بحضور عدد من المسؤولين بنفس برنامج مدته سنة هدفه تأهيل مهارات الشباب لزيادة دخلهم وبنقول للشباب النهاردة من خلال الاحتفالية مشارك فيها أكتر من خمس سلاف شاب من محافظات مصر كلها ابدأوا حتى لو كان سل نقو صغير اتحركوا هتوصلوا لأكتر من اللي بتحلموا بيه إن شاء الله الاحتفالية يا فندم جميلة جدا 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 قبل ما يتكلموا الاحتفالية خلالي يتكلموا على العاصمة الإدارية بجد 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 شكرا لسادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أنا قبل ما أجل العاصمة يا فندم كنت أشوفها على التلفزيور أول ما جيت فندم العاصمة حاجة جميلة جدا 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 احتفالية كبيرة تأتي تنفيذا لرؤية واستراتيجية القيادة السياسية في تنمية وتمكين الشباب ودعمهم لتحقيق التنمية المستدامة أجواء مبهجة حققتها هذه الاحتفالية في ساحة الشعب التي أعدت وجهزت لرسم الفرحة على المشاركين احتفالية عاش فيها جيل الشباب أحلام الواقع بإنجازات الجمهورية الجديدة وتؤكد فيها الدولة دعمها للشباب والعمل على تحقيق أحلامهم من العاصمة الإدارية الجديدة محمود جميل التلفزيون المصري